اهلا بكم الى موجز اخبار الان دانت وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء الارهابي الذي وقع بمحافظة القطيف بمملكة العربية السعودية يوم امس والذي اسفل عن استشهاد رجل امن واصابة اخرين وشددت وزارة الخارجية على وقوف مملكة البحرين الى جانب السعودية في حربها ضد كل اشكال الارهاب ومن يدعمه ويموله اعلنت وزارة النقل العراقي عن قرب تسيير رحلات جوية من العاصمة العراقية بغداد ومدينة البصرة الى العاصمة الروسية موسكو واعرب وزير النقل العراقي كاظم الحمامي عن امله في ان يكون الاطلاق خلال الايام المقبلة مشيرا لاهمية هذه الخطة او هذا الخط حيث انه سيتيح للطيران المدني العراقي دخول المجال الجوي الاوروبي اعلن الجيش الجزائري عن قتل ستة ارهابيين خلال عملية متواصلة بغرب العاصمة الجزائرية بحسب ما ذكرت وسائل اعلام محلية واجرت العملية في منطقة صفصافة قرب مدينة تيبازة والتي ادت حتى الان الى تحييد ثمانية ارهابيين واسترجاع تسعة اسلحة رشاشة من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة والتدمير مخابئة للارهابيين تحتوي على متفجرات والغام افاد مسؤولنا ان صاعقة في شرق الهند ادت لقتل احد عشر شخصا فيما تشهد مساحات كبيرة من البلاد اسوأ فيضانات منذ سنوات تسببت بموت مئات الاشخاص ونزوح الملايين واوضح مدير مصلحة ادارة الكوارث في الهند ان الصاعق الرعضية ضربت الضحايا عندما كانوا يعملون في الحقول في ولاية اوديشا ندد الاتحاد الاوروبي لاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة من جانب قوات الامن في فنزولا حيث قالت السلطات ان عشرة اشخاص قتلوا في اشتباكات بين محتجين مناهضين للرئيس وقوات الامن ومرت فنزولا امس باحد اكتر الايام دموية منذ بدل الاحتجاجات الضخمة في مطلع شهر نيسان ابريل عثرت قوات الامن الفلبيني على سبع جثث مقطوعة الرؤوس يعتقد انها لضحايا خطفوا في بلدتين بجزيرة باسيلان الجنوبية معقل جماعة ابو سياف الموالية لتنظيم داعش وذكر الجيش ان الضحايا ليسوا ضمن ثلاثة وعشرين رهينة تحتجزهم جماعة ابو سياف للحصول على فدية وتم التعرف على الضحايا عن طريق الملابس التي كانوا يرتدونها تسلمت النيابة العامة الفيدرالية في المانيا التحقيق في الهجوم الذي حدث في متجر بواسطة سكين بمدينة هامبورغ بعد التوصل الى ان المهاجم لديه دافع تطرف على الارجح فاد بيان للنيابة العامة الفيدرالية ان الاعتداء يبدو انه يحمل خلفية تطرف واضاف انه لا مؤشرات الى ان الشاب البالغ من العمر ستة وعشرين عاما ينتمي الى داعش الى اللقاء اشتركوا في القناة